الشيخي يعني يمكن خلال هذه الأيام يشعر الإنسان بشدة الاشتياق لزيارة بيت الله الحرام أي نعم الاشتياق مستمر طوال العام ولكن خلال هذه الأيام المباركة والروحانيات اللي موجودة فيها بيشعر الإنسان بشدة الاشتياق لزيارة بيت الله الحرام فما حكم الحج بالنسبة للمسلمة المسلمة وهل هو على الفور أم التراخي أسأل الله تبارك تعالى أن ينزقنا جمان حج بيته الحرام لأن الاشتياق يزداد عند من رزقه الله عز وجل الحج أو العمرة قبل ذلك لكن الحج بداية فرضه الله عز وجل على العباد على المسلمين جميعا وكان فرضه في السنة التاسعة من الهجرة وافترضه الله تبارك وتعالى على المسلمين وجعله الركن الخامس من أركان الإسلام لكن الله عز وجل جعل شرطا أكيدا أو مهما لابد أن يتوفر في من يريد أن يحج بيت الله الحرام وهذا الشرط طبعا لا يقتل عليه الكل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أخذ من حضرتك ونتقل لسؤال آخر ما قيمة أو ما كانت الحج ولما فرضه الله عز وجل على المسلم والمسلمة مرة واحدة لمن استطاع عليه سبيلا وما المراد وما المقصود بالاستطاعة حسنت جزاك الله خير فريضة الحج من أعظم الفرائض التي افترضها الله عز وجل على البشرية طبعا نحن عارفين أن أركان الإسلام كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والحج من أعظم الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده إذ أن الحج يبذل نفسه وماله ليذهب لهذه البقاع المقدسة ليترك هناك أثرا من حياته ليلقى الله تبارك وتعالى وتخيلوا أستاذ محمد الشبه الكبير بين مناسك الحج وبين لقاء الله عز وجل في الآخرة ولذلك سورة الحج في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى صدرها بآية جليلة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ليه؟ حتى يعني يقارن الإنسان أو يقارن الناس بين لقاء الله عز وجل في الدنيا في موسم الحج وبين لقائه في الآخرة شوف الإنسان